فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية سأل الله إليكم قال رحمه الله ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بغلاف الشهر الحرام نعم ومما يدل على أن حرمة المكان أشد من حرمة الجمال أن القتال في الحرم محرم ومستمر إلى أن تقوم الساعة قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام تا يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الحرم قيل هذا من خاصيته صلى الله عليه وسلم قد بين صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن ما أبيحت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد من قبلي فالرسول صلى الله عليه وسلم له خاصية في هذا دون غيره فلا يجوز ابتداء القتال في الحرم أما قتال الدفع لمن قاتل فإنه يقاتل ولو كان في الحرم ولو كان عند الكعبة دفعا لشره فهذا هو التفصيل في القتال في الحرم وأما القتال في الأشهر الحرم فالصحيح أنه منسوخ الصحيح أنه منسوخ وأنه يجوز القتال في أي وقت توفرت شروطه لقوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين والمراد بالأشهر الحرم كما بيّن الشيخ رحمه الله أن المراد بها أشهر الفسحة فسيح في الأرض أربعة أشهر المهلة التي أعطاها الله للمشركين عند نبذي عهودهم وعطوا مهلة أربعة أشهر ثم بعدها يقاتلون وهذا هو معنى قوله فإذا أنسلخ الأشهر الحرم يعني مهلة الإمهال لهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ترجمة نانسي قنقر